ماذا حصل في فرنسا البارح؟ وشنه هالجدل الكبير؟ ماذا حصل في فرنسا البارح بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية؟ نعرفوا أنه حدثت انتخابات برلمانية أوروبية ونعرفوا أنه اليمين في أوروبا حقق أرقام قياسية تقريباً في كل دول الأوروبية وجود اليمين كان كبير وطبعاً حصل على أكبر عدد من المقاعد في سابقة تاريخية طبعاً تكون حدثت في أوروبا بشكل عام ولكن الموضوع موقفش حد أوروبا كهو هو نعرفوا أنه فهم انتخابات أوروبية برلمانية ونعرفوا أنه هو الموضوع التريند وحتى كتدخل على إيكس أو على كل وسائل التواصل الاجتماعي تلقاه للزيليكسيون أوروبين أو يوروبين إلكشن هي أكثر حاجة طبعاً موجودة كتريند ولكن في فرنسا الموضوع جاوز هذا في فرنسا الموضوع أصبح زلزال سياسي لأنه البارح إمانويل مكران الرئيس الفرنسي يقرر وأنه يحل البرلمان بعد نتائج الانتخابات البرلمانية اللي صارت مانيش نرجع للموضوع سياسياً وما حصل عنده عدة تحليل بطبيعة الحال وأكيد أنه الموضوع تفهموه لمتابعتكم الأخبار السياسية ولكن الناس فعلت مع الموضوع بطريقة طريفة على فكرة فما ليتفعل بطريقة طريفة فما لي حبها كان يخوا بعض التعليقات كيف تفاعل العرب مع ما حصل في فرنسا وفي أوروبا بشكل عام علي عبو اكتساح هائل اليمين الفرنسي المتطرف لنتائج البرلمان وحصول حزب الجبهة الوطنية على 30 مقعد بفارق زيادة 16 مقعد على انتخابات السيبقاء يضاف لها 5 مقعد لحزب الاسترداد حركة فرنسا طبعاً اللي رفعه العالم حصلت فقط على 10 مقعد بزيادة 4 وحزب النهضة أو البعض حبي ترجمه هو بطريقة يقول لصاحبه ماكرون حصل على 14 مقعد بخسارة 9 مقعد والنتائج هذه دفعت ماكرون لإعلان حل البرلمان الفرنسي وإدجراء انتخابات مبكر البارح الناس سألت لماذا انتخابات مباشرة 30 يونيو يعني 30 الشهر ذي فقط 3 أسابيع قبل إعادة هالانتخابات من جديد نظراً لأن فرنسا فيها الألعاب الأولمبيا فيفضلوا أن يكون الموضوع سريع نرجع بسرعة إلى التعليقات اللي قلت لكم عليهم واسيم كان الخبر الانتخابات الأوروبية أصبح فرنسا في خضم الانتخابات الأوروبية رجدي نعبر عن قلقنا ونطالب من فرنسا التريث والرجوع إلى الشرعية واحترام الصندوق لأنه دائماً ما هذا ما يقولوه الأوربيين بعد ما تحصل بعض الأمور في طبعاً دولنا العربية التفاعل كبير حول ما حصل في فرنسا من قبل كل العرب التفاعل فيه نوعاً ما من المفكاها وأيضاً فيه نقل الأحداث للجميع لمن يتابع هذا الموضوع لنرى كيف سيكون الموضوع في الأيام القادمة خاصةً بعد عودة اليمين ترجمة نانسي قنقر